من يلعب بالنار في ساحة الدولية؟ الرئيس الأمريكي جو بايدن ومن توكيو يتهم بكين بأنها تلعب بالنار فيما يخص تايوان ولكن جملة معطيات تشي بالعكس فما قبل العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا غير ما بعدها بالنسبة إلى جميع اللاعبين ولسيما الاتحاد الأوروبي في العام الماضي مثلا تمكنت الصين من تبوء مكانة الشركة التجاري العالمي الأول مع المنطقة الأوروبية خلفا للولايات المتحدة التي تراجعت عن هذا الموقع بعدما تربعت عليه لعدة عقود مذو نهاية الحرب العالمية الثانية واشنطن سوقت للسلاح وجنت شركاتها الأرباح لكن تحليق أسعار النفط والغاز والقمح عالميا رفع التضخم داخلها هذا تأثير مباشر للعقوبات الأمريكية على روسيا عقوبات أسهمت في شل الحركة التجارية لنحو نصف العالم وهنا كان التصويب مباشرة نحو روسيا فكيف لو قررت إدارة جو بايدن إعادة التجربة عينها ضد الصين غالبية الدول الكبرى في الاتحاد الأوروبي ممثلة في ألمانيا وفرنسا وإيطاليا وبلجيكا وإسبانيا وهولندا تستحوذ على معظم التجارة الخارجية الأوروبية مع الصين فإلى متى ستتحمل هذه الدول تبعات العقوبات الأمريكية أو هذه القنبلة الذرية الموقوطة كما تصف المجر العقوبات الأوروبية ضد روسيا حتى دول الاتحاد باتت مقتنعة بأن العالم لم تعد تحكمه سياسة القطب الواحد لكن أمريكا تبدو غير قادرة على هضم هذا الواقع فحتى تحالف كواد الذي يضم إلى أمريكا اليابان وأستراليا والهند ويهدف إلى التوحد من أجل الحد من النفوذ الصيني في المنطقة تميزت فيه الهند التي تقاوم الضغوط الأمريكية حتى الآن رافضة إدانة العملية العسكرية في أوكرانيا في المحصلة الضفة المقابلة للقطب الأمريكي في طور التوسع اشتركوا في القناة